يعني هل ما رسطوه من يعني مخالفات وانت بترقب الانتخابات على مدار يعني سنوات طويلة يمكن اكتر من عشرين سنة هل ما رسطوه يؤثر على سلامة العملية الانتخابية ولا هي مجرد مخالفات للمرشحين يعني لا طرقه للتأثير على العملية الانتخابية لا هي طبعا لا طرقه لانه زي ما قلت حضرتك ما يهمنا كمراقبين انه سلامة العملية الانتخابية داخل اللجنة الانتخابية بدءا من يعني نزاهة وانتقلال اللجنة وعدم تدخلها في العملية الانتخابية تدخلية الاقتراع شفافية السنديق انه وجود حق الوصول الى اللجنة بشكل من غير اي مضايقات كل دي مسائل توفرت امن خارج اللجنة عدم التدخل على المناخبين ان هم ينتقلوا عدم طرق المناخبين دي كلها مسائل ما رسطناش منها اي حاجة انما ما يحدث في الخارج ده تقريبا بيحدث من كل المرشحين بلسك يعني فكرة تقديم تلسلات حجد الناس محاولة التأثير على الناخب في الخارج استقبام الدعاء الانتخابية لكن هل دي من العيوب او العوارل الذي يؤثر على سلامة العملية الانتخابية فوجة نظر الان فوجة نظرك لا لكن لما يكون مثلا بيتوزع فلوس ويبقى في فيديوهات حول هذا الامر ده برضو موضوع لا يحقق عدالة دكتور حافظ ده اللي أصده ان ده فيه شكاوى موجودة فيه حوالي 140 شكوى بالموضوع ده موجودة عند اللجنة ومن حق اللجنة اذا ثبت ان فيه حاجتين مثل العدالة في الجزء ده حضرت بتكلمه فيه وده رصدنا في بعض الحالات وبعض اللجان وفيه كمان فكرة التجاوز بالانفق المالي للمرشحين في بعض المرشحين انفقوا على دعاية ما تجاوز مبالغ المحددة في القانون وده الحاجتين هي اللجنة مقصدنها معنية بفحصهم واتخاذ القرار المناسب اللي هو بيوصل لمنحظ الصد كمان وبالتالي فدي شكاوى موجودة قدام اللجنة وإحنا ما رصدناه موجود لدينا في التقارير وهنفحها للجنة واللجنة لها الحق ان تتخذ مطرة مناسبة لكنها ايضا ما كانتش مسألة يعني تؤثر على سير العملية التخابية لان سير العملية التخابية ايه بدأ من فتح باب اللجنة حتى غلقها هي تتعلق بداخل اللجنة نفسه لما يحدث في الخارج ده تقريبا بيبقى ما بين المرشحين بعضهم من بعض لكن كمان اللجنة مسألة عند ضمان ألا يتم التأثير على النخبيت بالشكل الذي يخل بالعدالة يعني يعني بس هل لاحظتم مثلا انه احنا زمان كنا بنعاني من قصة اغلاق المنع الناخبين ان هما يوصلوا لللجان اغلاق لجان كاملة انحياز أجزة الدولة لمرشح بعينه او حزب بعينه هل رصدتوا ده؟ لا ما هي ده عيوب التي تخل او التي تدرب في نزاهة العملية التخابية والسطلات تدخل الدولة ما لاحظناش هذا عن طريق التدخل بحشد الموظف الدولة مثلا انهم فوتوبستات الدولة وتصويت لصالح مرشح بعينه ما شفناش منع الناخبين من الدخول او الوصول لللجان الدخابية كان فيه حركة سهلة وفيه وصل شديد جدا برسول اللجان الدخابية التدخل الحكومي بكل اشكاله ما بقاش موجود لذلك ما هو موجود هو صراع عمارين الاحزاب وعبين المرشحين على حجب الناخبين وتقديم ما يمكن تقديمه من مجايا عشان نقلهم ودفعهم للتصوير